السلام عليكم ومرحبا بكم دايما في القناة مع الشافتة أحمى اللي طبخ إن شاء الله كامل تكونوا ملاح وبساحة جيدة أخوكم أحمى نوسي حيكم على بالي غبت عليكم يومين سامحونا أمع الدورة فركوا على بالكم اليوم اخدرت لكم حلوة من حلوية العيد الصابلي محشي بكريمة الزبدة بيدوق الشوكولة وفي وصل الكريمة راح نديروا صلصة الكرامل اللي كنا درناها تعطو فيها وفي الشباح من فوقاني جبنا الترانسفيرت على المتلة تعيد مبارك نديروا له الشوكولة ويخرج لنا الطابع ما شاء الله يعني الحلوة تعاليوم راح تكون بزف هيلة مع الحشو اللي راح يكون بنين ما عندي إما نقول لك يعني حلوة على شكل هارم متلة تخفي فضريفا مع الترانسفيرتها ما شاء الله راح نتعلموا لاباتي بالشوكولة ونديروا كلمة الزبدة بيدوق الشوكولة وكريمة اللي راح تكون أخفي فضريفا الفيديو تعاليوم مهم بلا بزاف نتمنى من كامل المتتبعين توجهور التدعيم وما ينسونش بليجان باش الفيديو يطلع إن شاء الله هاكذا ما يقالين وحنا نعرفكم مع المقادير وطريقة التحليح بسم الله حالة بركة الله كيميرا كتفوه نتعرفوا عن المقادير أول حاجة عندنا اللي نجيبو فيه خمسمائة غرام متاع مارغارين تكون تريانتو ما حبيتو تقسموا المقادير ديروا قيس ميتين وخمسين راح نكتبها ولكم في صندوق الوصفة عندنا أربعة حبات تعالبيت زوجكي سانتع السوكرو غلاس ميتين غرام كاستع الزيت اللي راح يرفضنا ميتين ميلي لتر كاستع النشاء اللي فيه مئة غرام عندنا أربعة مالعقة الكاكاو مع مالعقة ملعقة خمسين غرام قريصة تعل ملح ملعقة لفاني وعندنا خميرة الحلويات خمسة غرامة والفارينا نحتاجه من الكيلو حتى الكيلو ومئة غرام سوف نضرب الزبدة تعالى ونضع جميع المكونات مع هذا الزيت والفارينا هكذا باش نسهلوا العملية الباتورة تعالى اللي راح يقدم الخفيف ضريف هذه هي قطلكم الكمية هديتها خمسين مئة غرام تخرج لكم حتى الثمانين حبة هذه اللي حبي دير ربعين حبة يدير الوصفة تعالى ميتين وخمسين غرام نخليها لكم في صندوق الوصفة هكذا باش اللي حبي يضعه في المقادر لهو الاختيار هنضربوهم كامل خفيف ضريف ومن بعد ما يتخلطوه كامل راح نجيبو هدك الكاس تعزيت لي فيه ميتين مليلة ربدا نحطوه بالتدريج ونضربو الكريمة جيدا وفي الاخر لحباب راح نجيبو الجفنة تعالى بعد ما خلطنا الكريمة هكذا باش تسهل عليكم العمل يعني كيديروها في الجفنة ديركتوم والباتور هدك راح يتعبكم غير يلا خدمتوها بيتكم يلا عندكم الباتور اخدموا بالباتور باش ما تغنجقوش الحالة هذي هي انهبطو كامل الكريمة تعالى في الجفنة ورح نجيبو الصفاية تعالى الفارينة تعالى ونغربو كامل كمية نديرو واحد كيلو غرام من بعد الاخصف نبدأو نزيدو بالشوية بعد ما نحطوها نبدأو نطمو لابات تعالى راح تتلم خفيف ضريف وبكل سهولة وهنا بعد ما نشفوها الحباب انطمت وراها طريق ما شاء الله هنا ما تزيدو لها شفارين هبطوها فقلهم بلهم طرفا اللي سيوها اخفيف ضريف وكا بالنسبة للمقادير راح نقسمهم اعلى زجاني اللي ديرو ميتين وخمسين غرام هايلك الكمية اللي راح يتحصل عليها يعني نبوليوها هاقده اخفيف ضريف نحطوها في اللي انتعنا نعود ونغطوها ونخلوها ترتاح نجوز ونحضرو كريمة الزبدة على بركة الله كما راح تشفو هنا هنطلع كمية كبيرة اول حاجة عندنا خمسمية غرام بتاع زبدة اوبلين راح نخدم بها عندنا ميتين وخمسين غرام بتاع السكر وقلاص ميات ميليليتر تعزيت عندنا ميات غرام تاع العاسل وعندنا عطر الشوكولة هادي هم المقادير سهلين مهلين اول حاجة راح نجيبوليان تعالى نقطعو هذيك الزبدة طرف طرف ونحطوها في الليان وبعد ما نضربو هذيك الزبدة تعنق جيدا بالباتور خلوها حتى نتولي متماسكة وطالحها في بيضا وماشاء الله نجيبو هذيك الميات ميليليتر تعزيت اخفيف ضريف انتوما بالنسبة لكريمة الزبدة ديرو قسمية 250 غرام بتكفيكم هذي هولا حديروكم كميات كبار ولا تحبو تشكلوا منها ادواء ولا تحبو تخلوها في التلاجة عادي يعني هذي الوصفة السهلة وتطلع عليكم ليه لغير الباتور يكون اصحيح شوية ولا درتو في الفيترة راح تكون احسن واحسن بعد ما حطينا هذيك المية تعزيت نضربوها حتى نتطلع جيدا ونعودو نولو وهنا بعد ما ضربناها شوف كيفاش تطلع ما شاء الله يعني ما تقلقوش وتبقو تضربو فيها هنا راح نضيفو 250 غرام تع السكر زوج كيزان 125 غرام 125 غرام هكذا باش ليديرو 250 غرام تع الزبدة يديرو 125 غرام تع السكر يعني نسفة تحا بعد ما نحطوهم زدو نشعلو الباتورت تعنو السرعة القصوى ونضربوهم جيدا هنا بعد ما طلعو الكريمة تعنق اراها واجددو كنجول التنكي هنا تقدروا تديرو وش تحبو انا وش حبيت ندير 100 غرام تعالى العسل تعطينا النكاة تعالى العسل وتعطينا العطر تعالى الشوكولات يعني طريقة هيلة والبنة ما عندي ما نقول لكم ليحبب ده يدير هنا الليمون يحب يدير فارولة اي دوق يدير اي بطارب ولا هو الاختيار بعد ما ضربنا كامل هذك العسل تميلو نجاها طريحا ما شاء الله نضيفو عطر الشوكولات ونضربوها جيدا وهنا بعد ما طلع كريمة زبدة تعنا ها وليك القوام اللي راح نتحصل عليه وردت لكم طريقة سهلة مهلة وتقدروا تديرو بها اي دوق انتو ما حبيتو هذك وش راح نديرو نخلوها ترتاح ونولو للعجين تعنا على بركة الله وهنا الاحباب نجو نفتحو العجين تعنانا البلونطرافايت تعيد قون مدرج شوية ما نشحب تخرج من بومبيو هذك وش حطيتها هذك اللي نحطو فيها الزبدة انتو ما خدمو فوق الرخامة عادي في بلادين نحتاجو لحلال بورتو بيس تعنا المتلة اللي راح نقطعو به تمتقدروا تديرو هنا اي شكل حبيتو هذي هي نرش راح نجيبو كمية ملاقة تعنا نبسطوها ونبدو نفتحو فيها اي خفيف ضريفة هنا بعد ما نشوفوها تفتحوها تفتحوها في الاطراف نزيدو نفتحوها على سمك واحد هكذا باش تشكيلها كامل جيم بسطة والشكل واحد ما نديروها رقيقة بزف ما نديروها خشينة لانو سابلي بريستيش هذا راح يلسق مع بعضها باش جي لحبها متحوفة ما تجيش كبير وما تجيش هطة بزف هذي هي وهنا راح نجيبو البورتو بيس تعنا المتلة اللي راح نجيبو اللي راح نطبعو بيه نرشقه في الفارينة ونبدو نطبعو اخفيف ضريفة وبعد ما نطبعوهم كامل هنا نجيبو رقيقة الرشق والهاشية فارينة ونبدو نحو غير بالعقل نوجدو سنيوات تعنا نحطو لهم ورق الزبدة هذا باش يطيبو غير بالعقل بالنسبة للفورت شعلوه على 180 درجة شعلوه غير من التحت يعني كل ما توجدو سنيوة تدخلوها طيب حتى ننكملهم كامل ونجيو نشوفوهم على بركة الله وهنا بعد ما طابو خلينهم بردو كامل هنا جيت نشكلهم كريم زبدة هذا كنحطوها فلاب واشتا عنها نطبعوها خفيف ضريف ونبدو نديرو فالجيحة تحتني يعني لاقي وكل حبه مع اخدها كل حبة راح نديرو كريمcych زبدة في الواسطت راح نجيبو صلصة اللي كنا حضرناها كيف كيف نحطوها فلاب وشتاحنا ونبدو نحشيو فيهم في الواسطت حتى نعمر كامل حبيبات تعنا ونعودة نولي ليكم على بركة الله وهنا راح نغلقوهم كامل ولقي وكل حبة مع اخدها هذه يعني كما نغلقوهم كامل خفيف ضريف ونعودين ولي ليكم سوف نرفض الحبات ونفعلها في نيسي وغير بالعقل الكاميرا كنت شاهدوا نرفض الحبات ونضعها في فضريف ونضعها في وجهة بعد ما نجعلها ترتاح نحضر الشوكولات على القلاسات جبنا الشوكولات نقطعها صغير ونضعها في حمام ماء من بعد نزيد لها شوية الزيت سوف تعطينا اللامعان ما شاء الله هاي لك الشوكولات التي سوف نحصل عليها دعوها الدباء على نار قليلة وما تزربوها لكي تخرج لكم ما شاء الله وهنا في القلاسات كل واحد كيف يحب يرفض الحبانة سوف نجلب راكلتة تعنا المغرفة تعنا نسيحه الشوكولات تعنا من كامل طرف ونخلوها تهبط غير بالعقل لحن نستعمل راكلتة هذي ونستعمل اللاصبات ولوك تشوفوا الطريقة والناس اللي تحب تخدم بالفرشيطة اللهم الاختيار هذه هي كل واحد يخدم على الطريقة اللي الجه سهلة مهلا المهم هي براتيك الوصفة وبسحته ان شاء الله هنا راح نجيبه لاصباته تعنا نرفضها نزيد ونخلوها تقطر غير بالعقل في الفلون طرفي تعنا ديروا صاشيات ولا ديروا ورق الزبدة ولا اي حاجة حبيتوها المهم تخدموا خدمة وبطبع من بعد ما تقطر نحطوا الحبيبات تعنا متحوفة ما شاء الله هنا راح نروح معاهم كامل ونعود نولي لكم هنا بعد ما قلاسيت الدفعة ولا دخلوهم ينشفو غير في غردهم من بعد راح نجيبه للموسر راح نتحفو غير شوية هذا الزائد اللي يكون اخي يقدر في يعني الحبات تعنا نت قلاسة وماشا اللهم علي حشو اللي راهوا لداخل بتطبع شحى الخفاف وطريين ما عندي ما نقول لك بعد ما فيني تكامل هذوك 40 حبة دوعية راح نجيبه الترانسفير تعنا تعشقوا للشوكولات تكون دايبة وتكون سخونا نقطعوا لها هنا لابوش ورح نبدو نفيني وهم غير بالعقل نكمل كامل لحبيبات اخي ودريف حبه مرحبه حتى نكملوا التشكيلات تعنا بعد ما تكملوا وشح ديروا دخلوها ديراكت ومو للموجه متريح خمس دقائق عشر دقائق تلقى والحبيبات تعكم مصنوعين ووجدين ما شاء الله هنا راح نخرجهم ونفتحوا اول قطعة كيما راح نشوفوا بعد ما يجبدو له له راح يرفضونا هذيك الكتيبة بكل سهلة شوفوا الحبة تعنا كيفش تكون متساوية وشو يبقى ما شاء الله بعدها راح نشكلوها في الحبة نجيبوا شوية شوكولات دائبة غير بالفنسو نحطو قطارات اخفى في دراف نرفضو ترونسفير تعنا اللي سقوه في الواسط شكل يكون متحف اخفى في درافوش راح نديرو هنا نكملوا كامل لحبيبات من بعد نحطوهم في الكيسات ونجو نشوفوهم في النتيجة النهائية كيما راح نشوفو خوتي اخياتي الاساس هنوصلنا لنا تجى النهائية الصابل يشوكولات تعنا تعلمو تلاتى تراه واجد الترونسفير اللي كان مشبه من الفوق لداخل كريمة الزبدة بذوق الشوكولات محشيه بالكرامل ما عندي ملغول لك وصفاء سهلة مهلا انتومها تقدروا تبراتيكي ومئتين وخمسين غرام تاع الزبدة وقديروا لاباة تستخدر لكم اربعين حبة بالنسبة لهذه لاباة خمسمئة غرام زبدة تحت حتي التمانين حبة هاتي هي ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وكانت في فضل الفعليكم أخوكم دحمان اسمه بقال يقول لكم ما غير بقوا على خير وتهلوا في روحتكم إلى اللقاء مع وصفات جديدة السلام